مرحبا احباء الطلاب والطالبات كيف حالكم اتمنى انكم بخير وبصحة وسلام وبانكم تتبعون تعليمات الصحة والسلامة انا المعلمة سجود خلايلي من مدينه سخنين معلماتكم للغه العربية لهذا اليوم تعالوا لنرى معا ماذا سيكون موضوعنا لهذا الدرس لدينا جملة رسم الرسام لوحة جميلة رسم الرسام لوحة جميلة فلننظر الى هذه الجملة ولنرى ما هي اركان الجملة الموجودة لدينا فلنبدأ بالكلمة الاولى رسم رسم ما هي بحسب رأيكم هل هي اسم فعل ام حرف احسنتم رسم هي اسم الرسام 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 ما هي الرسام هو اسم دلني على الفعل الذي سبقه اذا فهو فاعل لوحة جميلة ما هذه الكلمات اذا فببداية الجملة الجملة لدينا ركنان مهما الفعل والفاعل ولكن ماذا يتبع هذان الركنان رسم فعل كما قلنا الرسام الفاعل لوحة ما هي بحسب رأيكم فلننظر قريلا لوحة هل هي اسم ام فعل ام حرف لوحة هي اسم احسنتم كيف عرفنا هناك تاء مربوطة في نهاية الكلمة والتاء المربوطة تميز الاسماء على عكس الافعال والتي من الممكن ان تنتهي بتاء ولكن التاء المفتوحة حسنا تعالوا لنكتشف معا ماذا نعني بكلمة لوحة لوحة عرفنا انها اسم ولكن ما هو هذا الاسم الرسام ايضا اسم ولكن يسمى بالفاعل ماذا عن الكلمة او عن الاسم لوحة اذا قلت لكم رسم الرسام عن ماذا ستتساءلون حسنتم سوف تسألونني ماذا رسم الرسام ماذا رسم الرسام وما الاجابة من خلال هذه الجملة يا احبائي الاجابة هي لوحة اذا فلوحة هي الاجابة عن سؤالي فنحن نبحث عن الكلمة التي وقع عليها الفعل لقد سألت ماذا رسم اذا سألت ما هو الشيء الذي وقع عليه فعل الرسم ماذا رسم الرسام هذه الكلمة في قواعد اللغة تسمى المفعول به المفعول به هو الاسم الذي وقع عليه الفعل اذا فدرسنا وموضوعنا لهذا اليوم المفعول به فلنتعرف معا ما هو على ما هو المفعول به يا احبائي هيا لنبدأ رسم الرسام لوحة جميلة قلنا ان لوحة هي المفعول به اذا ما مميزات المفعول به فلننظر قليلا هل المفعول به اسم ام فعل ام حرف احسنتم لوحة اسم وقد قلنا في بداية الدرس انها تنتهي بتاء مربوطة والتاء المربوطة تميز الاسماء احسنتم اذا فالمفعول به هو اسم وهو الان في هذه الجملة اسم ظاهر ماذا نعني يا احبائي ويا عزيزاتي بكلمة اسم ظاهر فلنفكر قليلا ماذا نعني بكلمة ظاهر فلننظر مرة لوحة اخرى الى الجملة رسم الرسام لوحة جميلة اذا فالكلمة لوحة تظهر امامنا في الجملة لذلك فهي اسم ظاهر يظهر امامنا فلنتعرف على ميزة اخرى وسؤال اخر هل جاء الاسم منصوبا ام مجرورا ام مرفوعا انظروا مرة اخرى الى الجملة رسم الرسام لوحة جميلة ما هي علامات النصب وعلامات الجر وعلامات الرفع فلنتذكر قليلا والنحاول المقارنة بين ما نعرفه من هذه العلامات وبين ما يوجد على الكلمة لوحة والتي قلنا انها هي المفعول به في هذه الجملة اذا لوحة بماذا تنتهي احسنتم في نهاية كلمة لوحة هناك تنوين الفتح اذا فالاسم لوحة او المفعول به لوحة جاء اسما منصوبا لماذا لان الفتحة هي علامة من علامات النصب اذا فالميزة الثانية للمفعول به هي انه اسما منصوب اذا الميزة الاولى هي انه اسم والميزة الثانية هو انه منصوب فلنكمل مرة اخرى وسؤال اخر قد يأخذنا الى ميزة للمفعول به على ماذا يدل هذا الاسم لقد قلنا ان الكلمة الرسام تدلني على الفعل الذي او على الشخص الذي قام بالفعل والفعل يأتي قبلها اذا فالرسام هي فاعل رسم الرسام الرسام هو اسم وهو الفاعل اي الشخص الذي قام بعملية الرسم او الذي قام بالفعل الذي ظهر في بداية الجملة ماذا عن الكلمة لوحة على ماذا تدلني هذه الكلمة على ماذا يدلني هذا الاسم يا احبائي رسم الرسام لوحة ماذا قلنا انا ساسأل اذا كانت الجملة رسم الرسام ساقول ماذا رسم الرسام اذا فانا اسأل عن الشيء الذي وقع عليه هذا الفعل اي عن هذا الاسم او الشيء الذي وقعت عليه عملية الرسم في هذه الحال او في هذه الجملة من هنا نستنتج ان الميز الثالث للمفعول به او ما يميز المفعول به انه يدلني على الاسم الذي وقع عليه الفعل اي ما الذي رسمه ما الذي رسمه الرسام احسنتم ماذا نعرف حتى الان عن عن المفعول به تعالوا لنجمل هذه الميزات واحدة تلو الاخرى الميز الاولى المفعول به دائما يكون اسما اذا المفعول به هو اسم الميز الثاني يا احبائي المفعول به يأتي منصوب اذا وكما رأينا في الجملة السابقة رسم الرسام لوحة لدينا تنوين الفتح والميز الثالثه المفعول به يدل على الذي وقع عليه الفعل اي اسم يدلني على الشيء الذي وقع عليه الفعل الذي قرأناه في بدايه الجملة مثلا ساعطيكم الان جملة اخرى يشرب الولد العصير يشرب ما هي الكلمه يشرب الكلمه يشرب هي فعل والولد هو الشخص الذي قام بهذا الفعل اي هو الذي قام بعملية الشرب اذا قلت لكم يا احبائي يشرب الولد ماذا سوف تسألونني ما الذي يشربه الولد ماذا يشرب هذا الولاد وانا اقول لكم يشرب الولد العصيره اذا الكلمه العصيره هي كلمه دلتني على الشيء الذي وقعت عليه عملية الشرب اذا ما الذي شربه الولد الذي شربه الولد هو العصير شرب الولد العصير اذا فهي اسم كلمه العصير هي اسم احسنتم الان ساعطيكم سؤالا جملة لتعرفوا وتعينوا بها ما هو المفعول به الجملة هي صنع الانسان السيارة ساعطيكم خمس دقائق لتكتبوا لي ما هي اركان هذه الجملة وتحددوا لي ما هو المفعول به وكيف استطعتم الوصول اليه خمس دقائق للعمل اشتركوا في القناة 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 اذا يا احبائي هل قمتم بالمهمه احسنتم ابطال وممتازين وممتازات اذا تعالوا لنعرف ما هي اركان الجملة واين هو المفعول به صنع صنع ما هي هل هذا اسمان ام فعل ام حرف صنع احسنتم صنع هو فعل اي ان الفعل في هذه الجملة هي صنع حسنا من قام بهذا الفعل احسنتم الانسان الانسان هو الفاعل اي ان الانسان هو الذي قام بعملية الصنع الان اقرأ الكلماتان في بداية الجملة صنع الانسان ماذا سوف اسأل يا احباء صنع الانسان ماذا صنع الانسان ماذا صنع الانسان الاجابة هي السيارة اذا فالسيارة هي المفعول به اي الاسم الذي وقع عليه عملية الصنع احسنتم فالاجابه هنا هنا هي السيارة كيف عرفنا صنع الانسان السيارة السيارة هي المفعول به كيف عرفنا السيارة اعتذر السيارة اولا هي اسم ثانيا جاءت منصوبة اي في اخرها لدينا الحركة الفتحة وقد قلنا ان المفعول به دائما يأتي منصوب كيف عرفنا من علامة النصب الفتحة اذا فهي اسم في البداية لدينا اللو التعريفي وفي النهاية تاء مربوطة والتي تميز الاسماء ومنصوبة ففي نهايتها وعلى التاء المربوطة نرع الحركة وهي الفتحة وثالثا هذا الاسم دلني على الشيء او الاسم الذي وقع عليه الفعل ما هو الشيء الذي صنع او ماذا صنع مع الانسان الاجابة كانت السيارة اذا لقد مررنا على ثلاثة مراحل رأينا هل هي اسم اجل هي اسم ثانيا هل جاء هذا الاسم منصوب نعم جاء منصوب والعلامة على ذلك كانت الفتحة وثالثا هل دلني هذا الاسم على الشيء الذي وقع عليه الفعل في بداية الجملة نعم دلني هذا الاسم على الشيء الذي وقع عليه الفعل الذي ظهر في بداية الجملة اذا لقد تحققت لدي هذه الثلاثة ميزات لذلك فالسيارة هي المفعول به سؤال اخر للتمرين ستقومون ايضا بمعرفة اين هو المفعول به كما فعلنا في السؤال السابق ساعطيكم خمس دقائق اخرى لحل هذا السؤال اشتركوا في القناة 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 اذا يا احبائي الجملة التي لدينا هي يشم الولد الوردة يشم الولد الوردت اين الفعل واين الفاعل واين المفعول به تعالوا لنرى احسنتم الاجابة على المفعول به هي الوردة ولماذا تعالوا لنرى هل اتبعتم المراحل التي تعلمناها يشمو يشمو هل هي فعل ام اسم ام حرف يشمو الولد يشمو او يشمو الولد يشمو هي فعل باي صيغة جاء هذا الفعل يشمو الان هو يشمو اذا هذا فعل بصيغة المضارع من الذي يشم الولد الولد هو الذي يشم اذا فالولد هو الفاعل لقد رأينا الفعل والفاعل في هذه الجملة اذا عندما اقول يشمو الولد ماذا سوف اسأل ماذا يشم الولد اذا انا اسأل عن الكلمة التي وقعت عليها عملية الشم ومن هنا استطيع الاجابة عن السؤال اين المفعول به المفعول به هو الوردة حسنا بعد ان عرفنا كيف نستخرج المفعول به ما هي المراحل التي اتبعناها للحصول على هذه الاجابة الوردة اولا هي اسم كيف عرفنا هناك اللو التعريف وهي تعرف الاسماء والتاء المربوطة والتي تميز الاسماء ايضا اذا فالوردة هي اسم حسنا ما هي الحركة الاخيرة للكلمة وردة او الوردة اذا فالفتحة هي الحركة الاخيرة على ماذا يدلني او الفتحة ماذا تميز هي حركة ماذا المنصوبات اذا الوردة جاءت كاسم منصوب والفتحة هنا هي علامة النصب والميزة الثالثة والتي قلناها اولا عندما سألنا ما الذي يشمه الولد اذا فالاسم الوردة تدلني على الاسم او الشيء الذي وقع عليه الفعل على من وقعت عملية الشم على الوردة احسنتم خلال هذه الثلاث مراحل عرفنا كيف نستخرج المفعول به فلنجمل ونلخص ماذا عرفنا حتى الآن عن المفعول به يا احباء اولا ما الذي قلناه ان المفعول به هو اسم ثانيا هذا الاسم يأتي منصوبا ماذا نعني بذلك ينتهي باحدى علامات النصب كما رأينا الفتحة او تنوين الفتح والميزة الثالثة انه يدلني على الشيء او الاسم الذي وقع عليه الفعل على ماذا يدلني على الشيء الذي وقع عليه الفعل وفي المثالين الذين تعلمناهما كان لدينا صنع الانسان السيارة ما الذي صنعه الانسان ماذا صنع الانسان اي انني تساءلت حول الفعل على من وقع هذا الفعل على السيارة وفي المثال الثاني او في المهمة الثانية كانت الجملة يشم الولد الوردة على من وقعت عملية الشم ما الذي شمه الولد اذا فانا تساءلت حول الوردة على من وقعت عملية الشم على الوردة كذلك الامر في الجملة رسم الرسام اللوحة ما الذي رسمه الرسام يا اعزائي رسم الرسام اللوحة على من وقعت عملية الرسم اذا فعملية الرسم وقعت على اللوحة اذا فاللوحة والسيارة اللوحة والسيارة والرسمة هي اسماء منصوبة دلتني على الشيء الذي وقع عليه الفعل الذي رأيناه في بداية الجملة اما الان يا احبائي ساترككم مع مهمة لعشر دقائق عليكم تعيين المفعول به في الجمل التالية ومعرفة وكتابة كيف حصلتم على المفعول به ساترككم لعشر دقائق لحل هذه المهمة شكرا 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 اذا يا احبائي بعد ان انتهيتم من حل هذه المهمة اتوقع بانكم اصبحتم ضليعون وممتازون ممتازات بمعرفة المفعول به عندما يقع في الجمل او في النصوص التي تقرؤونها لقد استمتعت بوقتي معكم اتمنى انني استطعت ان اشرح لكم الموضوع بطريقة سلسة وبسيطة وبانكم استمتعتم واستفدتم من اوقاتكم معي القاكم في دروس اخرى الى اللقاء ومع السلامة